انا بصلي بس يا زوجي لو راجع من الشخص اللي انا بصلي بيقعد زعق اعمل ايه بحاول اعمل اللي هو عايزه قبل ما صلي لكن مفيش فايدة فيه يقعد يخترح حاجة وكأن الصلاة هي اللي بتعطل كل شيء تعمل يا ما تمام يعني هو اول لو شوها بيصلي بيزعق بيزعل لا بتصلي قعودي جنبه الدوان بياطة لا ما بتصلي المصالح بتقع في المراكبة السيلا يبليك ان انت تعمل الورد بتاعك بعيد عن فتر التودد لو بتتكلم على صلاة الفريض لا فريضة انا اظن ان دي قيام او شيء انا اعتقد دي الفريض لا 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 اصد الفريضة دي خطة احمر يعني نتكلم على الأمرين الصلاة تقول لما بيجي من الشغل يعني معنى بالليل لكن عموما الفريضة دي خطة احمر لا بد ان انت تؤدي الفرائض ولا طاعة البخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالي لكن لو فرضنا ان هذا انت بتعمل ورد صلاة او ورد تقرب سنن مساء او سنن فاجعلي بعيدا عنه وجعلي يعني هناك نوع من التقارب لعل هذا بسبب عدم وجود تقارب عام بينكم في موضوع المودة والمحبة والعلاقة في الكلام فاشعريه بنوع من الاهتمام عندما جئه من باب انك بتحتسب على الله سبحانه وتعالى انك تعف فيه بتحتسب على الله عز وجل ذلك ومع هذا الاحتساب من الله سبحانه وتعالى تعطيه هذا الحق ثم بعد ذلك اذا حصل المودة والكلام والشعور بالاهتمام اذا طلبت منه انه يسيبك في الاوقات بقى الفاضية هو استحالة يعني ايه يبعد عنده هذا ان كانت سنن انا اتكلم في السنن انا خاصة الفرد احنا كنا خط احمر ولا تعلي مخلوق في معصية الخرد اشكرا الدكتور لكن في السنن تفعل هذا ستجد خيرا ان شاء الله او لو هو متعنت تختار بقى في وقت غير الوقت اللي هو متوجد فيه ايه السادة اشكركم الى هنا نكون قول وصلنا بحضرتكم لاختامة هذه الحلقة خلص الشكر ضيفة الكريمة دكتور عادل شوشة شكر دكتور عادل عزيزي شكرا الله بك دكتور محمد